السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا كفؤ له ولا والد له ولا زوج له ولا ولد له قل هو الله أحد أحد في ذاته أحد في صفاته أحد في أسمائه أحد في أفعاله أحد في كماله أحد في جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وعبد ربه حتى لبى داعية وجاهد في سبيله حتى أجاب منادية وعاش طوال أيامه وليليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تمشر الشمس ضياءها في وضح النهار فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناة الرحمة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله جبريل يسأل والنبي يجيب دروس في العقيدة والتوحيد أقدمها لأمة الحبيبة بأسلوب جديد في سؤال سديد وجواب رشيد ولملاء والسائل هو أمين الوحي والمجيب هو أمين أهل الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وذلك من خلال تناولنا وشرحنا لحديث جليل مهيب جمع الدين كله الحديث رواه البخاري مختصر ورواه مسلم ورواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة في السنن وابن حبان وابن خزيمة والحاكم وغيرهم 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 ولازلنا بفضل الله تبارك وتعالى في مقدمة مهمة لهذا الحديث وأتعمد كما ذكرت في أول كل لقاء أن أذكر الحديث بطوله ليسهل على إخواننا وأخواتنا أن يحفظوه بإذن الله تعالى قال الإمام مسلم حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر أي بنفي القدر في البصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحم يري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلني المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم أي يبحثون عن غوامض العلم وخافيه ودقائق مسائله وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف أي لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه تعالى الله عن ذلك فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كثيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلي سبيله قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وفي لفظ البخاري أن تلد الأمة ربها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا فقال صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل يا عمر قلت الله ورسوله أعلم قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم حديث جامع يشتمل على الدين كله كما سترون إن شاء الله تعالى لا زلنا أيها الأفاضل في مقدمة مهمة لا تقل أهمية عن شرحنا لهذا الحديث في أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد وتقوية التوحيد والإيمان في القلب تحدثت في الحلقة الماضية بفضل الله جل وعلا عن السبب الخامس عشر ألا وهو الإكثار من العمل الصالح وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى عن السبب السادس عشر من أسباب تدعيم وتقوية وتجديد الإيمان والتوحيد في القلب ألا وهو التورع في القول التورع في القول كثير من الناس يستهين بهذا العضو الخطير أي باللسان وقد يتورع أكثرنا عن أكل الحلال الذي تشبه الشبهة هو حلال لكن تشبه شبهة فقد يتورع كثير من أهل الفضل عن أكل هذا اللحم أو هذا الطعام إن عرف أو علم أن شبهات ما تحوم حول هذا الطعام وهذا شيء جميل لا أقلل من شأنه ولا من قدره لكن الذي يدمي القلب أنه ربما على نفس المائدة التي نتورع عن أكل لحم الأصل فيه الحل وضع على هذه المائدة لا نتورع عن أكل اللحم الحرام يقينا فقد يفري أحدنا في أعراض الأحياء والأموات ولا يتورع البتة أن يأكل هذا اللحم المحرم قطعاً مع أنه كان من لحظات يتورع عن أكل لحم الأصل فيه الحل هذا أمر عجب فالتورع في القول أو حتى الخوف من الله تبارك وتعالى والتفكير قبل أن ينطق أحدنا ألف مرة قبل أن ينطق مرة أمر صار لا أقول قليلاً بل صار أقل من القليل صار نادراً جداً لا يفكر أحدنا قبل أن يتكلم هل يا ترى هذه الكلمة سترضي الله جل وعلا أم ستسخط الله جل وعلا عليه فبكلمة واحدة قد ينال العبد منا رضوان ربه جل وعلا وبكلمة واحدة قد ينال العبد صخط الله جل وعلا بل وبكلمة واحدة تدخل دين الله وبكلمة واحدة تخرج من دين الله وبكلمة واحدة تسعد أسرة وتسعد إنساناً وبكلمة واحدة تقتل أسرة وتشقي إنساناً نعم إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافاً دون بينة أو دليل يترك المجال فسيحاً لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء ثم يمضي بعد ذلك آمناً مطمئناً وتصبح الجماعة المسلمة وتمسي وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام أو مهدد بالاتهام وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال نعم المؤمن الصادق يعلم أنه لم يخلق عبثة ولن يترك سدى قال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثة وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم اعلم أنك ما خلقت عبثة وما تركت ولن تترك سدى بل إن كل لفظة بل إن كل فعلة بل إن كل حركة ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أنا أرجو أن تتفكروا مليا في هذه الآية التي سمعناها مرارا وتكرارا لكن قل من تفكر فيها فضلا عن أن يعمل بها ما يلفظ من قول من قول إلا لديه رقيب عتيد تسطر عليك هذه الكلمة التي ربما تقولها لتبحك بها مجلسا تجلس أنت فيه لتهزأ بها من فلان أو لتسخر فيها من فلان أو لتتهم فيها فلانا هذه الكلمة التي ربما تستهين بها وسطرت عليك وسجلت عليك ربما تكون سبب شقاوتك في الدنيا والآخرة وأنت لا تدري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن العبد لا تكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالا فيهوى بها في جهنم الله أكبر كلمة يهوى بها صاحبها في جهنم نعم وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالا فيهوى بها في جهنم لأنه لم يتق الله جل وعلا فيها قالها ليهزأ بفلان أو ليسخر من فلان أو ليتهم فلانا هذا من شر الخلق هذا من شر الخلق أو من أشر الخلق هذا من أشر الخلق ففي الحديث الذي راه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح صححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله اللهم اجعلني وإياكم منهم فيه وجوه إذا نظرت إليها ذكرت ربك جل وعلا وهناك وجوه إذا نظرت إليها تذكرت المعصية إذا نظرت إليها تذكرت المعصية وجه إن رأيته ذكرت الله فضلا عن كلمات صاحب الوجه خير عباد الله هؤلاء بشهادة النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله جميل يمر فلان من الناس من الصالحين من العلماء العاملين من الدعاة الربانيين على شاب يشرب سجارة مثلا أو يمر بسيارتي على سيارة شاب يسمع شريطا أجنبيا أو موسيقى أجنبية صاخبة فإذا ما نظر إلى وجه هذا الرجل الصالح أو إلى هذا الرجل العالم بدون تفكير وبدون تردد ربما يخفز سجارة أو ربما يخفض صوت الراديو أو المذياع بفضل الله تبارك وتعالى ربما تمر عليك امرأة امرأة ويمتبرجة فإذا رأتك استحيت وأضعت رأسها في التراب بل وبحثت عن غطاء لطضعه على رأسها قبل أن تجلس بين ديه وقبل أن تتكلم إليه هذه أود أن أبشر هؤلاء الصالحين بأنها علامة على صلاحهم وعلامة على خيريتهم والشهادة بذلك ليست مني ولا من كيسي أنا إنما هي شهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى قال صلى الله عليه وسلم خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء السعداء خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله تم خلي بالك من الصنف الآخر وشر عباد الله اللهم احفظني وإياكم بحفظه وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنت المشاؤون بالنميمة ما هي النميمة؟ النميمة هي نقل الكلام بين الناس بنية الإفساد هذه النميمة النميمة هي نقل الكلام بين الناس بنية الإفساد أو على سبيل الإفساد وهناك من لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار وهناك من لا تستطيع أن تذوق طعم النوم إلا بعد أن تغرق في وحل النميمة نعم إن لم تستطع بنفسها فبالهاتف بالتليفون لا تنام إلا إذا أخذت التليفون وضعته على أذنها نصف ساعة أو ساعة أنت معرفتش فلان عملت إيه؟ وانت معرفتش فلان إيه؟ لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار ولا تهدأ ولا تهدأ وهي الأخرى ولا يهدأ لها بال ولا يقر لها قرار إلا بعد هذه الكلمات التي تنفثها ولا حول ولا قوة إلا بالله على سبيل الإفساد وتمزيق الشمل والتفريق بين الأحبة قال النمامون وشر عباد الله الذين يمشون بين الناس بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب أو العنت يعني هو يعلم أن فلانا بريئا لكنه يريد له العيب يريد أن يعيبه يريد أن يتهمه بأي تومة نكراء لأنه لا يريد لفلان هذا أن يكون فيما هو فيه من طهر وعفة وخير ودين وشر عباد الله الذين يفرقون بين الأحبة ويبغون للبراءاء العيب يريدون أن يعيب أهل البراءة أو العنة أي المشقة والحرج ولا حول ولا قوة إلا بالله فأنا أقول لو تدبرنا في قول ربنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيل وقد كنت ذكرت قبل ذلك مثالا ربما يضحك منه إخواني وأخواتي الآن ألا وهو تصور لو أن المسؤولين في بلدنا مثلا أو في أي بلد إسلامي أمر المواطنين وكلفوهم بأن يذهب كل مواطن بالغ استخرج البطاقة الشخصية الرسمية وهو يستخرج البطاقة سيركبون له جهازا أو سيضعون له جهازا على كتف الأيمن أو الأيصر هذا الجهاز سيسجل عليه كل كلمة ينطق بها لمدة شهر ولن يفتح هذا الجهاز إلا بوسطة هؤلاء المسؤولين أنفسهم وأخبروه وأعلنوا عبر وسائل الإعلام أن من يتحدث بكلمة ذكر أو بتسبيحه أو بتهليله أو بتكبيره أو بحوقله يعني لا حول الأقوة إلا بالله سيأخذ مثلا على كل كلمة ذكر جنيها أو ريالا أو دولارا أي أن كانت للعملة سيأخذ على كل كلمة ذكر جنيها وسيعاقب على كل كلمة سوء بعقوبة ما الجهاز لن يفتح إلا من خلال المسؤولين وسيسجل عليك كلماتك كلها لمدة شهر أنا أسألكم بالله في أي شيء سنتحدث وبأي الكلام سنتكلم أنا أقسم بالله لن ينطق أحدنا إلا بالذكر حتى في أمور الدنيا إزاي الحلب وفلان الحمد لله اخبار العلاوة الله أكبر طب الولد عمل إيه السنادي لا حول ولا قوت ما شاء الله طب أخبار الزرع إيه الحمد لله ولله الحمد لن ننطق إلا بالذكر حتى في أمور الدنيا ليه لأن فيه جنيه فيه جنيه على كل كلمة ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أمر عجب يعني قد نصدق أو قد يصدق بعضنا بعضا ولا نصدق ربنا جل وتعالى ولا نصدق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا نصدق ربنا القائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب خلا ستسطر هذه الكلمة والله العظيم ستسطر عليك في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى وهناك بين يديه جل وعلا سيفتح كتابك سيفتح كتابك وملفك وفيه كل لفظة وكل كلمة بل كم من كلمة كارثية مصيبة قد كنت ذكرتها ثم نسيتها ذكرك الله إياها وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها فيا حسرة قلبك وقتها على ما فردت في دنياك من طاعة مولاك ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين آه خلي بالك وكفى بنا حاسبين أنت مش في الجهاز المركزي المحاسبات ولا في مصلحة الضرائب لا وكفى بنا حاسبين فمن يعمل ما هو اللسان له عمل وانت فكر العمل للجوارح فقط لا اللسان له عمل والقلب له عمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة مثقال ذرة شرا يرى المؤمن يتعامل مع الألفاظ بهذه الحساسية المؤمن الذي يخشى الله والذي يتق الله والذي يراقب الله يتعامل مع الألفاظ بهذه الحساسية والله العظيم لا أعلم زمانا أصبحت فيه الأعراض أرخص من التراب كهذا الزمان أصبحت فيه الأعراض أرخص من التراب ينهش أحدنا في عرض أخيه بلا أدنى خوف سبك من حكاية الورع بالورع دي درجة يعني لا أرتقي إليها إلا الصالحون يعني قل من يتورع الآن يتورع لكن أقول قل من يخاف قل من يخشى الله جل وعلا قل من يفكر ألف مرة قبل أن ينطق مرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قال بلى يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه بلسانه نفسه وقال كف عليك هذا فقال معاذ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله قال ثكلتك أمك يا معاذ وهذه لفظة تقال ولا يراد حقيقتها هذه اللفظة تقال في لغة العرب ولا يراد حقيقتها ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجههم أو على مناخر إلا حصائد والسنتهم وهل يكب الناس في النار على وجههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم بل ما من يوم أيها الأفاضل يصبح العباد فيه إلا وتخضع الأعضاء كلها وتذل لهذا اللسان كما في الحديث الذي رواه الإمام النسائي بسند صحيح ورواه الإمام الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم حديث أباسعين الخدري رضي الله عنه إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان أي تخضع له وتذل وتقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا يا الله يا الله إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان أي تخضع له وتذل وتقول له أي تقول للسان اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي روال بخاري ومسلم من حديث أبي ريرة رضي الله عنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يا أخي أتقول كلمة طيبة تسكت يعني درب نفسك على الصمت دربي نفسك يا أختاء على الصمت ألن تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة يا الله ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الكلمة الطيبة كشجرة طيبة خلي بالك والله من المثل ده الكلمة الطيبة مش مدرات كن عالم يا أخي ليس بالضرورة أن تكون علبا لتتكلم كلمة طيبة ليس بالضرورة أن تكون أيها الأخت الفاضلة داعية الله لتتكلم كلمة طيبة نسمع من أمهاتنا كلمات طيبات ونسمع من آبائنا ممن لم يتعلموا كلمات طيبة الكلمة الطيبة صدق لن تكلفك شيئا مر بمعروف وانهى عن منكر مر بمعروف بمعروف وانهى عن منكر بغير منكر كلمة جميلة مهذبة مؤدبة رقيقة الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة هذه الشجرة الأصيلة التي لا تحطمها معاول الهد التي لا تؤثر فيها عوامل التعرية التي لا تقتلعها الريح العاتية لأنها متغلغلة في قلب الطربة بل في أعماق الصخور تؤتي ثمارها لا تتأثر بصيف ولا بشتاء ولا بربيع ولا بخريف تؤتي ثمارها كل حين نعم ما عليك إلا أن تقول الكلمة الطيبة ابذر هذا البذر الصفية النقية الطيبة الطاهرة في أرض الإسلام أو في أرض الخير ودع النتائج بعد ذلك إلى الله يا أخي فكر أنت في هدايتك فكر في سبب هدايتك وفكر في سبب هدايتك والأفكر أنا في سبب هدايتي لو عدتم جميعا إلى الوراء في هذا للبحث عن هذا السبب لعلمتم يقينا أن هذا السبب ما هو إلا كلمة نعم سمعت كلمة تأثرت بها رأيت رأيت كلمة نعم الكلمة قد تكون مسموعة أو قد تكون مرئية أو قد تكون مشاهدة رأيت كلمة أو قرأت كلمة أو سمعت كلمة نعم أثرت في قلبك عادت بقلبك إلى الله تبارك وتعالى بين الجوانح في الأعماق سكناها فكيف تنسى ومن في الناس ينساها الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها ولم لا وهي كلمة الصدق وهي كلمة الحق التي تزلزل القلوب وتحرق القلوب وتذهب قساوة القلوب وتذهب جمود العيون إنها الكلمة الرقراقة الرقيقة الجميلة المهذبة سواء كانت الكلمة من عالم أو من رجل صالح أو من أخت فاضلة أو من أم طاهرة تقية نقية طيبة ما عليك إلا أن تدرب لسانك على الكلمة الطيبة واعلم بأنك إن لم تعود لسانك على ذكر الله وعلى الكلمة الطيبة قادك لسانك إلى كل شقاء وهلاك في الدنيا والآخرة إن لم تشغل لسانك بالذكر والطاعة إن شغل لسانك بالفسق والمعصية إن لم تعود لسانك على الذكر وتشغل لسانك بالذكر وبالخير وبالطاعة وتعود لسانك على الصمت وتلهب هذه العضلة أو هذا العضوة بصوت الخوف من الله جل وعلا قادك إلى كل شر وقادك إلى كل هلاك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلقل خيرا أو ليصمت اسكت يا أخي يا أخي اسكت لو ما كنتش عارف تقول كلمة طيبة اسكت لا تؤذي أحدا ولا تؤذي غيرك إن سكتت وصمتت فأنت في طاعة نعم إن عزلت شرك عن الخلق بلسانك وجنانك ويدك وجارحك فأنت في طاعة قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي المسلمين أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده أي المسلمين أفضل قال صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إن لم تنفع إخوانك بلسانك بكلامك الطيب الجميل فكف أذاك عنه كف أذاك عن الخلق المسلم الخير بل خير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده بل خذ هذا الحديث الجميل الجميل بحق الذي روه الإمام البخاري وغيره من حديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من يضمن لي خل بالك من الرسول اللي بيقول لك وهو وهو الصادق الذي لن تق عن الهوى من يضمن لي ما بين لحييه لحييه بفتح اللام وفتح الحاء وليس بكسر الحاء ولا بكسر اللام لحييه خطأ من يضمن لي ما بين لحييه يعني فكيه وفخذيه أضمن له الجنة يا الله مش ممكن أبدا يعني عاوز حضرتك إن لم تخرج من حلقة الليلة إلا بهذا الحديث يكفي الرسول الصادق يقول لك صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه اللي هو إيه اللسان وما بين فخذيه الفرج من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة الذي يضمن لك الجنة هو الصادق الذي لا ينطق عن الهواء والحديث رأى الإمام البخاري وغيره من حديث ساهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه تدبروا أيها الأفاضل هذه الأحاديثة الشريفة والآيات الكريمة التي ذكرت بعضها فالآيات في هذا الباب كثيرة إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون الآية ألسنتهم نعم لسانك سأشهد عليك لسانك سأشهد عليك بكل لفظة تلفظت بها فتورع عن الغيبة غيبة إيه الغيبة دي؟ الغيبة غير الغيبة الغيبة خطأ الغيبة إيه الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره طب هو فيه لنا بقوله ده تبقى غيبة تبقى لما كانش فيه تبقى أنت ظالم وقعت في بهت شديد وبهتان روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قالوا فإن كان فيه ما نقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته أي ظلمته ظلما بينه وما أكثر الظلمة وما أكثر الظالمين بل إن شئت فقل وما أكثر المفلسين مفلسين؟ مفلس معها مئة ألف يا مولانا مفلس مع مليون مفلس مع مليار مفلس إمتى؟ إن كان ظالما لخلق الله ولعباد الله قال رسول الله كما فيه صحيح مسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع هو ده المفلس ما معاش فلوس وما معاش متاع رجل فقير قال لكن المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج يا خبرة بيض مش ممكن كل ذو يبقى مفلس آه ليه قال الصادق يأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار يا الله أي إفلاس هذا إفلاس حقيقي بعد الصلاة والصوم والزكا والحج يطرح في النار نعم ليه لأنه ظلم خلق الله وظلم عباد الله لسانه ما كف عن الشتن والسب والقذف ويده ما كفت عن الضرب والأذى وأكل أموال الناس بالباطل وسفك الدماء المحرمة رجل ظالم ظالم مفلس وعند الله تجتمع الخصوم وعند الله تجتمع الخصوم ستقف بين يدي الله جل وعلا ليقتص منك والله سيقتص منك مهما كان مقدارك ووزنك ومركزك وكرسيك ومنصبك سيقتص منك هذا الرجل المسكين الفقير المظلوم الذي لا يقدر على أن يرد عليك يدا بيد وكلمة بكلمة لأنك تستغل وجاهتك ومكانتك ومنصبك وكرسيك ورب الكعبة سيقتص لهذا الفقر المظلوم منك ملك الملوك جل جلاله يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ده القصص حتى للحيوانات مش لبني آدم وفقط حتى الحيوانات يا شيخ تق الله يا رب اجعلني من المتقين أرأى النبي كما في الحديث الذي رأى الإمام أحمد في مسندي بسند صحيح من حديث أبي ذر رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين تنططحان إيه ده شاتين تنططحان شاه تنطح أخر فقال النبي لأبي ذر يا أب ذر أتدري فيما تنططحان قال لا معرفش لا أدري فقال النبي فقال النبي لكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة يا الله وسيقضي بينهما يوم القيامة بين الشاتين سيقتص الله للشات الجماء من الشات القرناء نطحتها فما ظنك بحقوق الخلق وحقوق العباد لا تضيع عند الله تبارك وتعالى فاحذر وتورع تورع بل خف الله عز وجل من أن تقولك قولة تهلكك والله تهلكك في دنياك وفي أخراك في دنياك وفي أخراك واعلم بأن لسانك سينطقه الله جل وعلا وسيشهد عليك كما قال ربنا تبارك وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون هذا في المرحلة الأولى التي يجادل فيها العبد ربه ويقول لربه ألم تجبني من الظلم فيقول الله جل وعلا بلى قد أجرتك فيقول العبد الجريء فإني لا أجيز شاهدا علي إلا من نفسي لا إله إلا الله فيأذن الله تبارك وتعالى لجوارحي أن تنطق فتشهد كل جارحة عليه فإذا ما خل الله بينه وبين الكلام مرة أخرى يلعن أعضاءه وجوارحه ويقول سحقا لكن سحقا لكن فعن كنت أناضل ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم التورع عن القول الذي يغضب الله جل وعلا تورع عن الفض الشرك والنفاق وعن شهادة الزور وعن الكذب وعن النميمة وعن الغيبة وعن القول الباطل وعن السخرية وعن الاستهزاء وعن الظن السيء بكلمات سيئة تورع عن هذا بل اترك هذا لأنه حرام بنص القرآن والسنة ومحال يا أخي محال أن يتجدد الإيمان في قلبك وأنت مصاب بهذه الأمراض لأن الإيمان كما أصلت واتفقنا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهذه الأمراض تنخر في إيمانك تأكل إيمانك في قلبك نعم إيمانك يقل إيمانك يضعف بكل لفظة بذيئة وبكل لفظة مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله نعم يتآكل إيمانك ويضعف إيمانك لأن الإيمان يزيد بأي طاعة وينقص بأي معصية أي معصية ترتكبها دون أن تحدث بعدها توبة تضعف إيمانك في قلبك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ومن أخطر هذه الكلمات أو من أخطر ما يقع فيه اللسان ولا حول ولا قوة إلا بالله الإشراك الإشراك بالله جل وعلا نعم الشرك كلمة كلمة قد يقع الإنسان في الشرك بقول أو بفعل أو باعتقاد فقد يقع الإنسان في الشرك بكلامه بقوله بلسانه والشرك لا يغتفر أبدا إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه هذا شرك الدعاء باللسان لسان ذا شغال يعني يودك في داهية في كل المواقف وفي كل المواطن يدعوه أو يرجوه عمل قلبي يدعوه أو يرجوه وقد يكون الرجاء باللسان أيضا ويخافه ثم يخافه ويحبه كمحبة الدياني عمل قلب ثم الكذب على الله جل وعلا ثم الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة بل أنا أقسم بالله تسود وجوههم في الدنيا قبل الآخرة والله تسود وجوههم بالخذ بالخزي والمهانة في الدنيا والآخرة لكن في الآخرة تظهر وجوه أهل الكذب على الله بسيمة واضحة بسواد ظاهر قد يكون الوجه أبيض مشرقة ناصع البيض مشرقة ناصع البيض لكنه بين هذه الله جل وعلا يسود لكذبه على الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدة فليتبوأ مقعده من النار كذب لسان وبعدين شهادة الزور يا الله روح أمام أي محكمة الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله عاوي الشاهد الزور جاهز جاهز والله شيء يدم القلب ورب الكعبة شيء يدم القلب شهادة الزور بمئة جنيه ممكن تجيب شهادة الزور بمئة جنيه بألف جنيه بعشر تلاف إذا كانت القضية كبيرة تبيع دينك بعرض من الدنيا حقير قد لا تهنم بهذا المال قد يمرضك الله مرضا تحتاج إلى أضعاف أضعاف هذا المال الذي قد تضع بشهادتك الزور هذه رجلا مظلوما في سجن حتى يلقى الله عز وجل والله لا أنسى أبدا رجلا وأنا في القصير وقف سبحان الله يبكي وقد بيضضت لحيته بعد صلاة العصر وقف يبكي في المسجد ثم قال وحذركم من شهادة الزور وظل يردد هذه العبارة أكثر من خمستعشر عشرين مرة ويبكي والناس بدأت تبكي ثم قال في خلاصة بأنه بسبب شهادة الزور قضى حياته في السجن ما خرج إلا بالأمس باله في السجن أكثر من خمسة وثلاثين سنة أعوذ بالله بشهادة الزور أكثر من خمسة وثلاثين سنة في السجن زي شهادة الزور من أكبر الكبار ايه ايه بتقولي يا مولانا كلمة يا مولانا واحد يروح يقولها تقولي من أكبر الكبار أيها من أكبر الكبار شهادة الزور كلمة كلمة جبت الكلام دامنين ما احنا ولنا فيش كلمة بدون دليل روى البخاري ومسلم حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر بأكبر الكبائر قالوا بلى رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور وظل النبي يردده حتى قال الصحابة حتى قلنا ليته سكت كفاية كذا حتى قلنا ليته سكت أنت بتستهين بشهادة الزور شوية أنك تضع رجلا في سجن لتحرمه من أولاده بسبب شهادة الزور أنت بتستهين بهذا شهادة الزور من أكبر الكبائر ولذلك ربنا أثنى على عباد الرحمن بأنهم لا يشهدون الزور أبدا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا أول شيء قالوا سلامة لا نرد على الجهلاء ولا نرد على السفهاء قالوا سلامة وبعدين واصل بقى السيرة في هذا البستان اليانع الماتع الجميل ها والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغوي مروا كرامة والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم وعميان والذين والذين ارجع إلى صورة الفرقان وعش مع صفات عباد الرحمن من بين صفاتهم الرقراقة الجميلة أنهم لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغوي مروا كرامة نعم خلي بالك من شهادة الزور من كذب علي متعمدا فليتباو مقعده من النار وخلي بالك أيضا من أكبر الكبائر ومن بينها شهادة الزور لسان القذف ايه القذف دي ما نعرفش حاجة اسمها القذف ولا نعرف أحكام القذف ولا نعرف ما يترتب على القذف لا على الرجل ولا على المرأة ولا حول ولا قتل إلا بالله القذف كبيرة كبيرة مهلكة من الموبقات السبع يا مولانا تقول له هذا كلام غريب أوي قذف كبيرة اه اجتنب السبع الموبقات أي المهلكات الاشراك بالله وعقوق الوالدين ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في الآخر آخر كبيرة وقذف المحصنات الغافلات وقذف المحصنات الغافلات قذف كبيرة من الكبائر أن ترمي رجلا بريئا بالزنة أو أن ترمي امرأة بريئة بالزنة واعتقد أن الكلمة حتى تتكرر على الألسنة بكلمات بذيئة جدا كلمات بذيئة خطيرة تتردد هذه الكلمة يا ابن كذا يا ابن كذا أعوذ بالله هذا قذف قذف والقذف ملعون في الدنيا والآخرة إن الذين أرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا وفي الآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ملعون القاذف وكذلك القاذفة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين جل جلال ورب العالمين ها اسمع الحديث ده حديث عجيب أو ربما تعجب له وتستمع إليه لأول مرة ربما والحديث روال بخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه بالزنة مملوكه مملوكه عبده من قذف مملوكه بالزنة أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال الحديث روال بخاري ومسلم من قذف مملوكه بالزنة أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال يعني كل أسف الوقت انتهى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ووالله ما انتبهت إلى أن الوقت قد انتهى إلا في هذه اللحظة وأنا أنظر إلى الساعة الآن أمام عيني وبين دي هنا في الستوديو فسامحوني كنت أود أن أذكر الليلة أشهد الله سببا آخر لكن هذا من فضل الله علينا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال وأكدوا أيها الأفاضل أن المؤمن يرتعش وجدانه ويهتز فؤاده ويضطرب قلبه للفظة تلفظ بها لسانه إن عاد إلى بيته وحاسب نفسه وتذكر ما قال يا ترى هذه الكلمة ترضي ربي أم تسخط علي ربي يا ترى لماذا تكلمت بهذه الكلمة يا ترى لماذا أخفيت هذه الكلمة ولم أخرجها هل صمدت ابتغاء وجه الله أم صمدت خوفا أو حرصا على دنيا زائلة أو لشهوة أو لنزوة رخيصة ولماذا تكلمت بهذه الكلمة في حق فلان وأنا أعلم يقينا أن فلانا هذا بريء طاهر عفيف لماذا هل من أجل الدين لا ليست من أجل الدين أنا بيني وبين نفسي أعلم إن كنت صادقا أم لا أنا ما قلت هذه الكلمة من وصرة الدين صحيح أنا ذكرت ذلك في المجلس بين إخواني لأبين لهم أنني رجل غير على دين الله لكن الله يعلم مني أنني كاذب وأنني لست صادقا وأنني ما قلت هذه الكلمة إلا لأنني أريد أن أتشفى بها في فلان أو في حق فلان أو لأنني أريد أن أقلل بها من شأن فلان أو أن أقلل من قدره أنا أريد أن أسقط فلانا لا كن على قينا أنك لا تملك أن تسقط ذبابه إلا بأمر ملك الملوك كن على قين مطلق أنك لا تملك أن تسقط ذبابه إلا بأمر رب العالمين فربك هو الذي يخفض ويرفع ولو اجتمع أهل الأرض ليخفضوك ما استطاعوا إن أراد ملك الملوك رفعك ولو اجتمع أهل الأرض ليرفعوك ما استطاعوا إن أراد ملك الملوك فضيحتك فراقب الملك ودعك من الخلق فالخلق لا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفع فعلق قلبك بالله واعلم أن قلب من ترائي بيد من عصيت ووالله ثم والله ثم والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل لا تنشغل بالخلق وانشغل بالخالق وأسأل الله أن يرزقني وإياك الصدق والورع وأن يجعلني وإياكم من الصادقين أكتفي بهذا القدر لعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى لأجيب على بعض الأسئلة والاستفسارات الله أسأل أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نياتنا وأعمالنا وارزقنا الصدق والإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء يا من ذكره دواء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الأفاضل أعود إلى حضراتكم بعد قليل أسأل الله أن يجمعني دائما وأبدا بحضراتكم على خير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته